الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 عطل تدفق إعادة تدوير غاز العادم AGR ماذا يعني ذلك؟ رمز مشكلة التشخيص DTC هو رمز مجموعة نقل عام مما يعني أنه ينطبق على المركبات المجهزة OBD2 على الرغم من أنها عامة قد تختلف خطوات الإصلاح المحددة اعتمادا على الصنع أدراز صمام إعادة تدوير غاز العادم AGR هو صمام يتم التحكم فيه بالتفريغ وينظم كمية غازات العادم التي تعيد إدخال الأسطوانات تحدد وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM المقدار الذي يعتمد على حمل المحرك ودرجة الحرارة وظروف أخرى إذا اكتشف PCM أن كمية غازات العادم التي تدخل الأسطوانة كانت غير كافية أو غير موجودة يتم تعيين هذا الرمز الأعراض لن يلاحظ السائق على الأرجح أي أعراض بخلاف MAL مصباح مؤشر العطل ومع ذلك ستزداد الأعراض غير المرئية درجة حرارة الاحتراق وزيادة انبعاثات أكسيد النيتروجين الأسباب قد يعني الرمز P0400 حدوث واحد أو أكثر من الإجراءات التالية ممر EGR الموصل الذي يقيد تدفق غازات العادم الملف اللولبية الخاطئة EGR المعيبة الأسلاك الأسلاك اللولبية المعيبة EGR خطوط التلف التالفة المفصولة إلى الملف اللولبي لصمام EGR أو إلى صمام EGR الصمامات الخاطئة لصمام EGR أعثر الحلول الممكنة لأن تصميمات صمام EGR مختلفة لن يكفي اختبار واحد باستخدام أداة المسح قم بتشغيل صمام EGR أثناء تشغيل المحرك إذا تعثر المحرك فمن المحتمل أن تكون المشكلة مشكلة في الأسلاك المتقطعة أو مشكلة انسداد متقطع إذا لم يعثر المحرك فقم بتشغيل صمام EGR دويا إن أمكن إذا لم يعثر المحرك ويموت فمن المحتمل أن تكون المنافذ موصلة سيكون مطلوبا إزالة الصمام وتنظيف جميع المنافذ يمكن التحقق من الملف اللولبي عادة باستخدام أداة مسح فقط لأن معظم الملفات اللولبية تعمل بدورة عمل للجهد بدلا من الجهد المستمر أفحص جميع خطوط التفريغ والخراطيم وما إلى ذلك أبحثا عن أي تلف أفحص بصريان اللولب اللولبي والملف اللولبي للتلف في استبدل صمام EGR رموز EGR ذات الصلة P0401 P0402 P0403 P0404 P0405 P0406 P0407 P0408 P0409 ترجمة نانسي قنقر